بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وأجمل وأروع صباحا لحضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة صباح الأمل والعمل صباح الرزق الحلال دائما بتسمعونا على أونس بورت FM على تردد 93.7 وعن نالسات على تردد 11843 ترفوناتكم الأرضي على 097370 من أية ترفون محمول على 71.0 رسالكم على 93.70 وصفحتنا على فيسبوك أونس بورت FM وصفحتنا كمان أحمد شبير أهلا وسهلا بحضرات خلينا أبدأ بمجاز الأنباء مجاز الأخبار بيقول يوم ركلات الترجيح العين في إنجاز بالإعجاز غير مسبوق يفوز على ريفر بليت وتأهل إلى النهائي كأس العالم للأندية ونفس الأمر الترجي يحرز المركز الخامس بعد فوزه على جواد الأخرى بركلات الترجيح وأخيرا ألمان سيتي يصعد والآخر للدور نصف النهائي في كأس الرابطة في إنجلترا بفوزه على الاسترسلات بركلات الترجيح تأجير اجتماع مجلس دار الاتحاد المصر لكرة القدم بسبب انشغال في تجهيز ملف استضافة بطولة الأمم الأفريقية المدير التنفيذي للاتحاد المصر لكرة القدم يؤكد أن أستاذ برج العرب سيستضيف مباراة الأهل والزمالك الأفريقية حتى لا تتكرر أزمة مباراة الزمالك والقطنت شادي لجنة شؤون اللاعبين بتغرم بترجد 220 ألف جنيه لصرح لعابه السابق محمد عدل جمع لجنة الانضباط بالتحاد الكرة برئاسة المستشار أحمد أبو العلق تعتمد فوز سكر حديد على البلاستيك 2 صف تلفت نظر ياسر تحسين مدرب المنصور على هجومه ضد الحاكم عمين عمر وتشطب حكمين من الدرجة الثالثة لتورطهما في تزوير مجلس دارة الأهل يجتمع اليوم بفرع الشيخ زايد لاعتماد عقد لازاراتي واستكمال باقي الملفات التي لم تحسم خلال اجتماع لسنين قبل الماضي والمدرب يغادر إلى رجوي لجمع متعلقاته والعودة 28 ديسمبر بإذن الله الأهل يستعيد حسام عشور وشريف إكرامي أمام جيمال أثيوبي يوم الأحد المقبل بإذن الله أيمن حافظ منصة كرة القدم بنات زمالك يطير لتشاد غدا للترتيب لاستقبال باس الزمالك والزامق الفريق يعدل موعد السفر لتشاد من فجر الخميس إلى صباح الجمعة بسبب الطيران المباشر باس الإسماعيلي تصل كاميرون تمهيدا لمواجهة القطن وارتيح في الباسة بعد نقل المباراة إلى العاصمة يا ويندي بيترشيت يسعى للتعاقد مع باس المرسي بعد تعصر مفاوضاته مع اسموحة ويترشيت يعني يتخطى بصعوبة بلغة زي ما قلتلكه فريق جزيرة مطروح بركارات الترجيح بعد التعادل واحد واحد مع اسكر مغلق لمنتخب 2001 بقيادة ربيع عسين ياخد خلاله 3 مباراة ودامة عن ديت دوري القسم الثاني شيكابالا يدرس الاستمرار في الدور اليوناني بعد رفض زمالك عارتو للتحاد سكندري حتى الآن المدرب أنرويجيس روشاير المرشح الأول لتدريب لونيتد أبرز المرشحين للتدريب بصفة دائمة وتولى المهمة مؤقتا بعد قلت مورينيو اللي توقعناها من أول مباراة استشار خالد زيني حصل على حكم محكمة السناف شمال القاهرة ببطلان قرارات عمومية اللجنة للنبياء التي انعقدت في 2015 وأسقطت عضويته أخيرا مركز التسوية والتحكيم يرفض استشكال خالد ناصر سليم على قرار حل مجلس دارة التحاد الكرة دي أهم العنوين أعزائي المستمعين خلينا أقول لكم أهم النتائج التي حدثت بالأمس العين الأماراتي بيفوز على فريق ريفر بليت مشوار العين في البطولة كان كالتالي تعادل مع ورينجتون من نوزلندا 3-3 بعدما كان متأخر بثلاثية ولكنه نجح في تخطي الفريق والصعود إلى المباراة الثانية بفضل ركالة الترجيح وخالده خالد العيسى ثم بعد ذلك العين الأماراتي فجر مفاجأة مدوية بعد أن أقصى الترجي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة وتأهل إلى الدور النصف النهائي ليلتقي مع ريفر بليت المباراة كانت غريبة عجيبة مثيرة جدا بدأ العين بالتسجيل عن طريق ماركوس بيرج في الديها الثالثة ولكن الديها 11 كان رفايل سانتوس بوريبي يسجل والديها 16 نفس اللاعب عاد وسجل مرة أخرى والجميع توقع هزيمة قاسية لفريق العين إلا أن العين تماسكة وسجل هدفا عن طريق حسين الشحات احتسبوا الحكم تسلل بعد العودة إلى الفار في الديها 51 كايو المتقلق يسجل هدف التعادل وتستمر المباراة في شوطيها الإضافيين بنفس النتيجة وإحتبست أنفاس الجماهير الإماراتية بعد أن احتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لفريق ريفر بليت العرضة كانت كفيلة بإنقاذها ثم خالد العيسى يتقلق يتفوق ويصد الضربة الأخيرة ليصعد العين لأول مرة في تاريخه ولتاني مرة في تاريخ العرب بعد الرجاء من قبل والعين هذه المرة في انتظار الفائز من كشيمة انتلرز الياباني أمام ريال مدريد الأسباني والمفاجآت متوقع خلناها ناخد زي مننا العزيز أحمد أويس من الإمارات أبو حميد صباح الفلة عليك صباح الفلة كانت أحمد وممروك ليك وممروك لكل العرب الحقيقة حاجة مشرفة جدا وتقريباً الإمارات ما نمتش والطريق بين العين وأبو ظابي مبارح كأنه شعج أمام الدول العربية عن دولة المنطقة المصري بيكسب والله أفراح والحاجة ما كانش حد متوقع خالص اللي حصل مبارح أو اللي حصل على البطولة يعني على مدار البطولة الحقيقة العين بيعمل مفاجآت العين قبل بداية البطولة بأسبوع تقريباً خسر من الوصل لفكاس رئيس الدولة خمسة ثلاثة أول أربعين دي أودام وينغتون نيوزران دي خسران ثلاثة صفر صحيح وبعدين بيعمل كامباك بقى مش ممتش يعمل كامباك في ثلاث ماتشوت فالحقيقة يعني أداء مزهل وأداء رائع والحقيقة عجبنا كانت لما حنجدول خالده العيسى حقيقة هو نجم البطولة الأول حتى الآن خليليسة بأداء في الثلاث مزهران أحمد هل ارتفعت الطموحات بعد هذا الفوز ريفر بلاد فريق من الفرق القوية الصعبة جداً هل الطموحات ارتفعت إلى سقف الحصول على البطولة؟ ده حقيقي لأنه مبارح كلام كل النجوم نعين وهم خارجين في الميكسزون بيقول ده وعندهم روحهم ارتفعت جداً وهنا المعلوات ارتفعت جداً والبطولة اللي كانت كالعادة ما حدش واخد باله منها فاجأة بتبقى في القمة السنة اللي فاتت الجزيرة أول ما عمل مفاجآت ودخل السمي فاينال الدنيا عالت وانبارح طبعاً الناس بتدور على التكيت انا قرنت ناس في القوتيل الساعة تلاتة الصبح بيدوروا وداخلين أونلاين والتزاجة بخلصة فالحقيقة اعتقد انه الستين الف او الخلصة وستين الف اللي في ملعب زايد الكبير في ملعب مدينة زايد هيبقى نستعد في النهاية مقفول ومقفول المراري بقى بيشجعه العين مش زي ما حصل المرار اللي فاتت بيشجعه ريال مدريد اه طيب السؤال بقى بعد اذن حضرتك انه هزا الفوز وهو يحسب للكرة الاماراتية بشدة والمسؤولين على الكرة الاماراتية شيء مشرف ومو بجورايا لكن اعنا كمصر لنا حتتين مش حتة واحدة حسين الشحات وهي حيا نادر الشريف اعتقد في كتير من المصريين سعداء فرحانين بل بيأزروا يسندوا العين من اجل العين اولا وسانيا من اجل ابناء للمصريين انا سألت حسين الشحات وقلت له انت بتقول ايه المصر انا انا بلعب باسم مصره وان شاء الله طموحنا ان احنا ناخد البطولة طبعا يا حيا نادر اه النعيم الذي ظهر فاجأت يعني فاجأ اختشفنا ان احنا السنة اللي فاتت كان عندي له على فكرة لعب في الجزيرة يا كتنشوين نعم وكأن القدر بيمنخ مصر مشارك بعد قصر اعتقد اسم عمدالة رمضان بتاع الجزيرة اعتقد اسم عمدالة هي دار البطال العافريقيا فبيهدينا سنة اللي فاتت لعب في الجزيرة المعصة. مم. والكابت الانات ستبقى اتبقى من الشطين. نعم. والمعصة دخلوا الروس عشان يبقى احد اهم الجول بتطبقى حتى الان. نعم. هو وكايو اه بلومبيا وباقي الجوم الفريق العين لما رأت في الحالة. احمد انت التقيت بحسين الشحات. اه. السؤال بقى اه حسين هل مازال حنين العودة لمصر موجود ولا بعد يعني هزي الصبغة العالمية عليه وبقى حديث الصباح والمساء. الامر بقى اه صعب بالنسبة له. برغم كل اللي بيحصل حسين اهلاوي قوي. نعم. يعني الناس برضو لازم تاخد بالها. بس هو هو راجل محترف بيقدي في الملعب بيقى بيعمل اه دوره على اكمل وجه. مم. فهنا نقولك يا ابتن احمد اه حسين الشحات لها تلتمية وتلاتين دقيقة. مم. واعتقد هو اللعيب المحور التكت اللي بيبني اللي بيبني عالين مدين الفني اللعين خطته. يعني في البعية البطولة كان بيلعب اه اه ناس حربة وهمي. وبعدين اه بيرجي بيلعب. طبي يرجع يلعب في حدته. مماشي التركي كان بادئ وهمي. وبعدين بيرجي يعني امبارح اتعاكست. في الديقة سبعين تقريما خرج ماركوس بيرج ودخل حسين لاب. فالحقيقة اللعيد مهم في العين واعتقد انه قزمة اللي اتنين اللعيبه الجداد. اللي العين عايز يمشي اتنين عشان يقيدهم. اه مش هتبقى على حسين. يعني مش هتبقى على حسين. حاجة الوحيدة اللي هتخلي حسين يمشي من العين. ان حسين هيباق خطرا ان يمشي من العين. انما بعد اداء حسين الشحات مع العين الاماراتي في البطولة اعتقد. بنسبة 100% ان هو برى الاتنين اللي هيمشوا. يعني الاتنين اللي هيمشوا. عشان يتقايد بدلهم دنبيا واللعب التاني. اللي معرفوش هيدوف البطولة عشان عزمته مع سبورت انجليش فونا. اه متحلتش. اه اه حسين براهم. طبعا هم عندهم مختلفين كتيرا. والحقيقة انه تحترك التن احمد. الخنبار حيان نلعب فيه خمسة. مين يمشي عشان الاربع بس. ده صحيح. يعني اه شو تاني البات نفت. اه حدك شفت اداء وعمل ازاي. حسين الشحية شفت حدك اداء وعمل ازاي. ماركوس بيرج اداء وعمل ازاي. كايو عمل ازاي. دنبيا عمل ازاي. مين يمشي بدول. يعني الخمسة مين يمشي فيهم. خمسة اداءهم الحقيقة فوق الرائع مع السوداس الاماراتي. اه الحقيقة كله دولي. يعني الفرقة العين فيها عشر لعيبة دوليين. فده كمان موش الرائع عن منتخب الامارات قبل مشاركة في كاس اسيا. فالحقيقة حسين حالينه للأهل والمصر مؤكد. حسين هيرجع لو حسين عايز يرجع. العين لن يستغل الحسين مش عادي. طيب ممكن يعني ممكن لو حصل ده بابدأة السنة اللي جاية يعني مش السنة دي. انا سألته سؤال مباشر. مبروك يا حسين نتكلم على الاهلي فدحك دحك كده اللي هي ايه هو عايز يفرح ويدرسد بالموقف اللي حصل. فاعتقد ان اهل يدخل في مفقدات جدة مع العين الاماراتي بعد نهاية البطولة. وحسين ابدى رغضته في العودة اعتقد انه هيبقى قريب جدا من الاهلي. ولكن برضو خلينا نروح لحتة تانية خالصة كبتر احمد. المقابل المالي. هل الاهل يقدر يدفع في حسين المقابل المالي اللي هيطلبه العين اللي وراتي. وما اعتقدش انه اه الاهلي مع رغبة حسين انه يرجع رغم كل التعلق ده. ممكن يقع في اول مقابل المالي. كان ببلاش زماني عم احمد. اه كان ببلاش وقال يعني وقالوا انه طبعا نجيبه وكرايت يلعب ما كان مين. طبعا نجيبه تحت رسيل الحرب عندنا 11. طبعا نجيبه وصنع العاية بيلعب ما كان عبدالله وعبدالله بيلعب. ده مين اللي قاله ببعض. مين اللي قاله. مين اللي قاله. عشان ما تبقاش على لساني يا عم عشان انا انا بتشتل على لساني جابتن حسام البدري هو من رفض حسين الشحات لوجود وفرة من اللاعبين وقال انه هنجيبه فين احنا عنديده في كل المراكز العيوة و هتونجربه 6 شهور اصل الكلام ده مش يعني مش جديد يعني انا كنت ناحب عدين مضى للنادي الاهلي في يناير الماضي انت تتهاجم انت براش اتخاذ عدين طلب عالنادي الاهلي بعشرة مديون جنيه ولعبين عارة او لعبين لانتقال النهائي مش ده عشان الكلام ده مش سر يعني طيب احمد حلين اسألك سؤال الاخير كيف تسير الاستعادات لمباراة اليوم بين الريال وكشي مع انتلرز وهل متوقح دوس مفاجأة ايه بعد اللي بيعملوا العين مع فقط ومع اداء ريال مدريد مع كل طبعا الاحترام اللي جاء كابتن احمد والتشجاع ريال مدريد اداء قلبيت في كل البطولات ممكن تحصل مفاجأة ولكن الريال فريق كبير يعني الريال ده موجود طول وقت في البطولات الكبرى ايه وخلينا نستيكب سنة نفات سنة نفات الريال كيشي بالجزيرة ايه تقريبا من في دقيقة ثمانين والجزيرة كان متقدم الهدف لعلي مبخوت واحرز هدف تاني متلخة ايه وبعدين رجع الريال اتعادل وكليستيان روالو حط الهدف التاني ايه قبل نهاية المقرد خلص دقايق فليه لا او ونشوف نهايه اسياوي وكأننا منشوف نهايه نهايه دوري ابطال اسيا مش ده كيسة عامل الاندية والحق ده تاني فريق اسياوي يوصل من النهائي واول فريق من عرب اسيا والتاني فريق عربي والعين بهدفين مبارح اصبح اكثر فريق عرب يسكل في كيسة عامل الاندية احرز ثمان اهداف في ثلاث امارات ومازال امامه مباراة اخرى ليسكل فيها عشان يبعمل كل حاجة في البطول بشكرك شكر انجازينا الزميل العزيز احمد ويس من الامارات مباشرة معلقا على الانجاز التاريخي لفريق العين بصعوده الى نهاي كأس العالم الاندية متخطية الريفر بليت الارجنتيني وصعيدا الى نهاي كأس العالم في انتظار الفائز من ريال مدريد وكشيمة